أهلا بحضراتكم من جديد والأهل ينتخب وضيفنا الأستاذ خالد سليمان المحامي المرشح لمقعد رئيس مجلس إدارة النادي أستاذ خالد بتقدم للجامعية العمومية برنامجك تمام طيب اتفضل شوف أستاذ أبراهيم أنا مقدمة للبرنامج والبرنامج ده 34 نقطة أو 34 هدف وكان لسه عندي 35 هدف آخر عملت على هذا البرنامج منذ أكثر من 16 وباجتهاد متواضع يعتبر استنيت سنة حميدة فإن أنا البرامج أنك تخش على جوجل وتكتب ما هي البرامج التي يجب أن نناقشها في انتخابات الأندية الرياضية هيطلع لك الكلام المجعلس والكلام بقى اللي محدش يفهمه واستراتيجيات طيب أنا بفصل كعضو نادي أهلي عامل ما بيني وبين الجمهور العظيم للنادي الأهلي اللي هو لا يقل عن 85 مليون فأنا كعضو عامل لي حقوق كتير عند الإدارة كعضو عامل قصة الكورة لا ده موضوع تاني خالص جي في مكانة شئنا أم أبينا على مستوى العالم الكورة معروف هي عماد النادي الأهلي وهي طبع مش يعني ايه بقولك قد تعجز كلماتي فكاللغة عربية عندنا تدكورها حقا ولن تقل مستوى الكورة سواء في وجودي في وجود المنافس في وجود أي حد لأن ده يعني خلاص يعني ده اللي موجود على مستوى العالم يرفع شأن الأمدية العالمية بما فيهم النادي الأهلي كان نادي عالمي نادي عالمي وأنا أقصد ده وأنا عارف أن أقوله فلما جيت أعمل البرنامج أنا لفيت الثلاث فروعة بعض فوسة الناس مجلس الإدارة في تعامله في خلال الأربع سنوات السابقة العنصر البشري استهداف العنصر البشري ساقط من حساباته ساقط من حساباته وجهة نظر لا وجهة نظر تصادف الواقع إنشاءات نتكلم استثمارات نتكلم شركات تكونها وما تعرضهش على جمعية عمومية ما ينفعش لأن اللايحة بتقول كده ثلاث شركات لازم يعرضوا على الجمعية العمومية بمناسبة اللايحة والجمعية العمومية عشان احنا كنا ذكرنا رقم الجمعية العمومية لإقرار راحت النظام الأساسي عقدت في 28 سبتمبر كان يلزمها للنصاب القانوني 12500 حضر وصوت 16138 حضرك قلت خمس ثلاث ففي حق محفوظ لـ 11000 حضرتك تجاهلتهم أنا عارف أنا قلت إيه بس لا بس أنا قلت لك لحد السعر 4.5 مفيش نصاب 87% قالوا نعم أنا حضرت برضو أنت وتعرفش أنه قلت نعم لا مش عايزين نروح باية فأنا جيت عملت البرنامج دوت من أنين الأعضاء العاملين أنينهم من أنين الأعضاء شكرا للمشاهدة